احتفاءا بمئوية الثورة العربية الكبرى فإنه مع نهاية الشهر الحالي سيعاد نشر أول مئة عدد من صحيفة القبلة على التوالي مع عدد صحف الوطنية واليومية القبلة وهي أول جريدة عربية هاشمية صدرت في الحجاز خلال الفترة ما بين 1916 ولغاية 1924 صحيفة القبلة هي صحيفة الثورة العربية الكبرى وقد صدر العدد الأول منها في الخامس عشر من آب لعام 1916 وهي أول صحيفة عربية هاشمية صدرت في الحجاز وقد كانت تصدر مرتين في الأسبوع معبرة عن حال الثورة العربية الكبرى وأهدافها الفكرية والسياسية وأبعادها الدينية إضافة لتتبعها العمليات العسكرية لجيوش النهضة العربية في الشرق والشمال وقد أشرف على سياسة الصحيفة وكتب بعض مقالاتها وحرر بعضها الآخر الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه وامتازت الصحيفة ببساطة المظهر والترتيب والرصانة وعالجت القضايا والهموم العربية والإسلامية في تلك الفترة انطلاقا من مبادئ وأدبيات النهضة العربية العدد الأول من الصحيفة التي كانت تصدر بأربع صفحات من القطع الكبير تضمن وصفا كاملا لبدء العمليات العسكرية للثورة ومما جاء فيه مقال بعنوان النهضة العربية في الحجاز يشرح مجريات الثورة العربية بدءا من اللحظة الأولى وليواصل العدد شرح النهضة وأسبابها بالقول إن النهضة العربية تجمعها كلمتان وهما هل يكون العرب أو لا يكونون أما العرب فقد أجابوا تحت راية الشريف قائلين إما أن نكون أعزة أو نموت شرفاء واليوم ومع احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى فإن صفحات القبلة تستمد أهميتها الحاضرة لكونها المصدر الرئيسي الذي أرخ ووثق للثورة العربية بجميع جوانبها وأسبابها وأبعادها الجغرافية والتاريخية وعلى مدار ثمانية أعوام من عمرها ترجمة نانسي قنقر